نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج حفلة تجشين استراتيجية المكتب للأعوام من العام 2015 حتى 2020 وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وبحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس الدورة الثانية والعشرين المؤتمر العام للمكتب وقد حضر الحفل الذي أقيم في مقر المكتب بالرياض مع لياء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء بالمكتب وهي دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية وخلال الحفل ألقى الوزير كلمة أشهد فيها بالاستراتيجية الجديدة لمكتب التربية العربي لدول الخليج والتي تعتبر ثمرة من ثمار التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق الذي عقد في مملكة البحرين حيث تضمنت الاستراتيجية حزمة من البرامج المخصصة لفئة الشباب وتطوير السياسات التربوية في التعليم ودعمها ونقل أفضل التجارب الرائدة ودعم مشاركة الأسرة والمجتمع في التعليم مضيفا أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء بالمكتب في المجل التربوي والتعليمي والاشتراك في تنشئة الطلبة تنشئة إعلامية مبنية على أسس سليمة من جهته قال الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق طموحات وتوجيهات قادة الدول الأعضاء في مواجهة متطلبات تطوير التعليم في المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر